حول الموضوع عندما نضمننا إذن عبر الأقمال الصناعية مباشرة من القاهرة الدكتور ماهر فرغلي خبيف شؤون الجماعات المتشددة دكتور ماهر مساء الخير أهلا بك معنا إذن ما بين المعضلة وما بين الفرصة البديلة بحسب عنوان الدراسة التي أطلقها دار الإفتاء المصري يعني ما بين القنبلة الموقوطة التي متوقع أن تنفجر في دولهم الأم بالنسبة للمضمين لداعش في وقت ما وما بين احتواء هؤلاء من جديد أين يكمن الحل دكتور؟ هو بداية تقرير دار الإفتاء تقرير جيد وهم لديهم ميزة في مرصد مواجهة الأفكار التكفرية أنهم يستقون ما يكتبون من دراسات متنوعة من مراكز أوروبية وأمريكية وهذا شيء جيد على العموم المعضلة في العائدون هي معضلة كبيرة جدا ومشكلة تواجه كل الدول في الحقيقة التي لها مجندين ومستقطبين مع هذا التنظيم لأننا دخلنا في هذه الأونا إلى هذه المرحلة مرحلة العائدون الانتقال من ملازات كانت دائمة لهم في إمارات وأماكن يسيطرون عليها إلى ملازاتهم الدائمة يعني التحول من الملازم موقعة الملازم الدائمة وهو الدولة لهم التي خرج منها المعضلة هنا تكمن في أن هؤلاء العائدون أربعة أقسام أو سلاسة أقسام القسم الأول منهم هم من سيعود وهم يحملون ذات الأفكار يعني هذا القسم الأول يحمل ذات الأفكار فهذا خطر كبير لا يمكن استيعابه مطلقا وهناك قسم آخر وهو الذي سوف يعود وقد نقم على داعش وفقد حلم الخلافة وعاش معهم فأدرك أن هذا التنظيم متطرف هذا يمكن استيعابه والقسم السالس وهو قسم أيضا خطير وهو قسم الكامل الذي يعود وهو يحمل مجينات التكفيرية ولكنه عادة ولا يتواصل مع التنظيم وهذا خطر فإنه يمكن أن يتحول فجأة دكتور ماهر بحسب خبرتك في شؤول جماعات متشددة بحسب خبراتك ودراساتك في ما يقوم به هؤلاء الإرهابيين حتى في قبل انضمامهم وعند تجنيدهم وبعد عودتهم كيف يمكن تمييز ما بين هؤلاء ما بين هذه الأقسام ما بين من هو صادق فعلا في توبته وعودته ومن لا تزال ده أهدف إرهابية يمكن فعلا أن يشكل خطرا على دولته الأم هذا لن يتم سوى ببناء قاعدة معلومات كبيرة عن هؤلاء العائدين من الذي جنادهم ما هي الظروف التي أحيطت بهم لحظة هذا التجنيد والاستقطاب من هو تحديدا الذي استقطب هذا العنصر العائد بعد بناء قاعدة المعلومات والأفكار التي طرحت عليهم وكيف تواصلوا مع التنظيم تبدأ لحظة الاحتواء أو الحوارات الفكرية مع هذه العناصر خلال هذه اللحظات من الاحتواء الفكري أو لحظة الحوار الفكري وترحى عليهم أفكار أخرى وسطية معتدلة أعتقد أنه سيكشف هؤلاء الأعضاء وسوف يبان جيدا مدى تحولهم عن التنظيم ومدى استمرارهم مع هذا التنظيم ثم يخضعون بعد ذلك للمراقبة الجيدة جائد جدا من الأجهزة الأمنية لأنه من السهل جدا مع لحظات الإحباط مع لحظات مرور ظروف أخرى اجتماعية واقتصادية أخرى يمكن أن يتحول فجأة ويعود إلى فكره القديم فهذا يحتاج إلى خطط أمنية بديلة دكتور ماهر بالنسبة لتجربة المناصحة في المملكة العربية السعودية بالنسبة لمن كان من تمين للقاعدة وعاده إلى أي مدى يمكن استفادة من هذه التجربة وفعلا هل يمكن تطبيقها فيما يخص المنتمين لداعش وعودتهم في الحقيقة ليست تجربة المناصحة واحدة لدينا في العالم العربي عدة تجارب أبدأ بتجربة الجزائر ونتهي عند المناصحة تجربة الجزائرية دعوة المسلحي لتسليم سلاحهم وهذه التجربة نجحت جزئيا إلى حد ما تجربة المصرية كانت تجربة يعني بنسبة 90% قد نجحت مبادرة وقف العنف مع هذه الجماعات تجربة المناصحة تجربة جيدة من ناحية كيف تحتوي هذا العنصر كيف تفتح له أفاقا جديدة للعمل كيف تطرح عليه أفكارا معتدلة ثم كيف تحتويه في المجتمع التجربة المناصحة في الحقيقة 90% من العناصر التي تعرضت وخاضت تجربة المناصحة في الحقيقة تركت أفكار تنظيم القاعدة وتركت أفكار تنظيم داعش وأنا أحبز هذه التجربة جيدا لأن المسألة هي ليست مسألة احتواء القبض على العنصر وإداعه في السجن بقدر ما هي كيفية أن يحتوي المجتمع العاقل أن يحتوي العنصر المجنون يعني العاقلة والدولة هي العاقلة والفاهج الفرد المتطرف والمجنون وعلى العاقل أن يستوعب المجنون في أطر المجتمع شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا دكتور ماهر فرغلي خبير جماعات متشددة كنت معنا عبر الأقمص طناعية من القاهرة